صحفي عبد الصمد نصر وهو دردك السيدوين هذا محقوق اليوم نرى المحاصرة الإعلام والحرية الرأي هذا الصحفي المقتدر نصر يعني نطقي جاوب هذو الناس اللي في حقيقة غير محترمون تلفية زارة رسمية لا لا تلفية زارة رسمية تحت التحكم ديال الجنرالات قبل ما تبقل معي يا عفتك يا مولي أنا في لقبل ما تبقل معي نصمي تلفية زارة رسمية العقل ما يقبلش العقل تلفية ديال الدولة في جميع دول العالم مش تابعنا حروب تابعنا التطورات مشاهدت ولكن كيف حدود دنيا تلياقة هذ النظام ديال ليش تعمل تلفية ويخاطب مرأة مغربية وكيف المشتركة العربي والأمازيغي لك نقول لهم المرأة المغربية بالزافع لهم أنا عادل بارح زورت الرواق ديال الرابطة ديال الكاتبات المغربيات الإنجازات بالمئات والفلسفة والباحثات والطبيبات هذي الناس هدو في حقيقة كيبقوا فيه لانهم لم تحضرنش كيبقوا فيك كيبقوا فيه لانهم لم تحضرنش ومتخلفين بشي سمحوا بهذا الشي ولكن سألة السلطة النظام كانت تكلمنا الشعب الجزائري للمتع mşكيل الشعب الجزائري للمتع eli للم مماشكل الشعب الجزائري تط 음غربهم على امره مغitive بش مقع اشخاص bidding لا لا ابدا ولكي ماش يدوزوا هادشي يحروا ينشجون الشعب أدفعوا حال الشعب لماذا تقلبوا؟ يصدروننا لحرب؟ لن نحن نحن بطبعه لماذا ينبغي الحرب؟ لماذا ينبغي الحرب؟ ينبغي الحرب لإدفعوا على مواقعهم نصرق الفلوس والدول وضعها في الجنان الداريبية سرق الفلوس بالجنرالات وضعها في الجنان الداريبية نصرق الفلوس وكلما سعدوا وكلما يريدون الكثبات تكون كبيرة وكلما يريدون الناس أنهم يصدقونها نحن نقول للشعب الجزائري بأننا نحترموه ونحن نعرف ما هي المرأة المغربية وما هو الشعب المغربية نحتار مقاومين الجزائري المرأة المغربية نحتار مقاومين للمرأة المغربية بالزفع عليهم ونحيي هذا الصحفي عبدالصمد لأنه كيف يقفوا خدمة دياله بنقص من 100 خدمة لا يقبل لأنه هنا إنسان حر و100 ألف خدمة كانت انتظروا ويستحقوا كل الخير ولكن أنا كنقول له غير يبرد لأن للناس دراها هذه الطريقة للهم اعتدد أن هناك للنغربية مقفة او لا تبقى محايدة لا تدقل للمغربية حتى لو اندخلوا في هذا الشيء لا تقبلوا ذلك وستبرهيش من هذه الكامرانات هذا الشيء هذا الشيء لا يقبوش ومفضوح على جديرينه فضوح على جديرينه ولكن أنا مسابلية دائما كنقول ما ندخلوش في المشدات أنا كندعو المتقفين المغربين يفتحون نقاش عبر كنوات مع الشعب الجزائري باش نبنيو جسور مع المتقفين الجزائريين ومع الشعب الجزائري الشقيق باش نبنيو ما نخلوش رأسنا رأى المنطقة المغربية والعربية تدوا لما فيها الديمقراطية وكي الفسيدين وكي المستبيدين بغن يبقاوا يخلدوا وكي يخلدوا يخسروا العلاقات ما بين الشعوب يخسروا الحروب يخسروا الحدود بالعقل ديالهم المتخلف نحن ما زال ما تحضرناش الناس لا تحضر على ما بعد الحادثة كشو دب الهندو باكستان ما أشوف يسترع قداش والحودود مفتوحة اسبانيا وحرب مع فرنسا فرنسا مع ألمانيا شوف يش حد تقتل والحلقة نحن ما موصلش لحجم ما وقع بالباكستان وبين كده ما وقع بالألمان حينت النظام النظام هكذا دير نظام يكون متخلف ما كانش القرية ما كانش العلم وما كانش النزهاء ما كانش استقامات شوتي يوم يديرو نحن نتيجة احتمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة